تصميم القطاع الثالثة شريط العمق أو مقياس الأعماق Depth Bar Design نختار المستوي Front Blaine نرسم مستطيل مركزي نضبط أبعاده كما هو موضح من Feature نختار Extroid Boss بقيمة 163.1 مم نختار السطح الأمامي للشكل نرسم خط مستقيم ثم قوس دائري نحدد الحواف لإغلاق الشكل نرسم مجموعة خطوط تشكل مستطيل نضبط الأبعاد كما هو موضح نغية تشكل موضح نغية تشكل مقاق ترجمة نانسي قنقر نختار True All نختار لون القطعة المصممة حسب المطلوب وبالتالي نكون أنهينا تصميم القطعة الثالثة تصميم القطعة الرابعة المنزلق الأول The First Slider Design نختار المستوي Front Plane نرسم مجموعة خطوط تشكل مقطع المنزلق الأول نضبط أبعاد الشكل نحدد الزاوية 24 درجة من Feature نختار Xtroid Boss بقيمة 54 ملي متر نختار السطح الأمامي للشكل نرسم ثلاث دوائر ونجعلها متساوية Equal نجعل مراكز الدوائر على استقامة واحدة باختيار Horizon نضبط أبعاد مراكز الدوائر نحدد قطر الدائرة 2 ملي متر من Feature نختار Xtroid Cut بقيمة 1.25 ملي متر نرسم ثلاث دوائر مركزها منطبق مع الدوائر السابقة قطرها واحد ملي متر من Feature نختار Xtroid Cut وضمن Direction نختار True All نختار السطح المائل نرسم خط منطبق يشكل الخط المرجعي للنص المضاف نحدد بعده 1 ملي متر نختار Text ضمن Curves نختار الخط المرجعي ضمن Text نكتب دقة القياس 0.02 ملي متر ثم نحدد موقعها بالنسبة للخط المرجعي من Feature نختار Xtroid Cut بقيمة 0.5 ملي متر نعدل القيمة لتصبح 0.1 ملي متر نختار اللون حسب المطلوب نلاحظ وجود دقة القياس مكتوبة 0.02 ملي متر وبالتالي نكون قد انتهينا من رسم القطع الرابعة المنزلق الأول نهايةству نهايةب شكرا